الصدقون بعض المسلمين بر المسجد ما أثم لما دخل المسجد ارتكب كبيرة وأعطيك صور من كبائر الإيذاء في المساجد أولاً غيبة المسلمين في المساجد البعض مننا شغلها الشاغل الإمام الإمام بكر الإمام يطول الإمام سجد طويلة هنيئاً لهذا الإمام كل صلوات من خلفه ممن اغتابه له جوالاتنا ونغماتها وبعضنا ينسى فإذا ضرب جواله أسكته لكن بعضنا جواله مغير النغمة نغمة ماجينة نغمة فيها مسيقة البعض مننا يناجي الله فإذا سمعها تألم وانقطع خشوعه وانقطعت مناجاته هذا لو يقول حسبي الله عليك أثمت إحضار الصغار غير المميزين يحضر أطفاله يقول بدل ما تلعبون في البيت تعالوا ويلعبوا في بيت الله سل الله العافية والسلامة ويأتي بأطفال مميزين أو غير مميزين لكن غير مؤدبين وهم بجواره لا هم يلعبون في المسجد ويزعجون المصلين ويقطعون خشوع التالين العبث بالتكييف وبعضهم يريد المسجد فريزر كما يسمى ثلاجة فيمرض المصلين بسببه والبعض يريدها ما شاء الله ساخن المسجد ما العبرة بإبن؟ العبرة بعموم الناس لو أن فلانا يؤذيه المكيف والمصلين يرتاحون له لأثم أب فلان الذي أطفأ المكيف عن المسلمين وقوف السيارات حول المسجد فإن بعضنا يؤذي الناس بسيارته وهو والله من الإذاء المحرم وبعضنا عند بيوت ويقف على أفواه بيوت ويسكر على عوائل ويجعل الواحد منتظر يبغى يذهب إلى بيته أو إلى مستشفى أو نحوه ينتظرك ربع ساعة لماذا؟ يطف الزقارة على الباب ويدخل يصلي عن معنى وبعضهم يأكل الكرات والثوم والبصل وهذا لا يجوز وحرام عليه أن يصلي جماعة بعض الصغير عمره عشر سنوات يصلي بجواء في الصف الأول يجي الكبير يقول ارجع وراء هذا إذاء وهذا معصية وهذا خطأ إذا سبق المميز العاقل من الصغار إلى مكان فهو له